بيان لوزارة الداخلية المصرية حول المظاهرات التي دعا إليها محمد علي الهارب تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر الاشتراك ولايك للفيديو أكد مصدر أمني مصري اليوم الأحد استقرار الحالة الأمنية وعدم حدوث أي أمر يعكر الصفو العام وعدم خروج أي تظاهرات يأتي ذلك ردا على انتشار مقاطع فيديو لتظاهرات تم تداولها عبر حسابات على ما وقع التواصل الاجتماعي لتظاهر مزعومة اليوم في مصر وتحديدا في مدينة الأسكندرية الساحلية وتبين أن المقطع المتداول يعود لأحداث وقعت قبل نحو عشرة أيام احتجاجا على إذالة مباني عشوائية في الأسكندرية ولم تشهد مصر حتى الآن أي تظاهرات تسكر بعد دعوة المقاول المعارض محمد علي من مقر إقامته في أسبانيا للخروج في مظاهرات يوم العشرين من سبتمبر بمناسبة الذكرى الأولى لتظاهرات فاشلة دعا إليها في التوقيت ذاته العام الماضي